هذا وتجمع مملكة البحرين بالولايات المتحدة الأمريكية علاقات استراتيجية متينة في ظل حرص مشترك على تطويرها وتنميتها في شتى المجالات كما يشمل التعاون بين البلدين الصديقين موسندة الجهود الدولية الهدفة إلى ترسيخ دعائم الأمن وتعزيز مساع الاستقرار في المنطقة والعالم وذلك بما يصب في دعم مسارات التنمية إقليميا ودوليا لا تدخر مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية جهدا في تعزيز أطر التعاون في كافة أشكالها ومجالاتها إذ ترتبط المنام بواشنطن علاقات تمتد لعقود ويميز هذه العلاقات الروابط التاريخية بين حكومة وشعب البلدين الصديقين التي عززت جهود التعاون ووصلت إلى مراحل أكثر تطورا نتج عنها تدشين الحوار الاستراتيجي الأول بين البحرين والولايات المتحدة في عام 2020 ويعكس الحوار الاستراتيجي التزام البلدين بتعزيز الجهود المشتركة لتوطيد التعاون الثنائي في مختلف المجالات كما يعزز الحوار زيادة فرص التبادل التجاري بين البلدين وذلك على ضوء اتفاقية التجارة الحرة التي تم توقيعها عام 2006 ويحرص كل البلدان على دعم الجهود الدولية في تعزيز الأمن والاستقرار بالإضافة إلى دعم جهود السلام ومكافحة الإرهاب وتعزيز قيم ومبادئ التعايش الإنساني والحضاري ومنذ قديم الزمن بدأت علاقات البحرين بالولايات المتحدة عبر تفعيل العمل الدبلوماسي والتعاون العسكري وصولا إلى التبادل التجاري وأبعد من ذلك البحرين والولايات المتحدة وقعتها اتفاقية تعاون دفاعي في عام 1991 حيث تعد البحرين مقر الإسطول الخامس للبحرية الأمريكية كما صنفت الولايات المتحدة مملكة البحرين حليفا رئيسا خارج الناتو في اكتوبر من العام 2001 ويعمل مستشفى الإرسالية الأمريكية التابع للكنيسة الإنجلية الوطنية بشكل مستمر في البحرين لأكثر من قرن من الزمان وهو الأمر الذي عزز الروابط الإنسانية والاجتماعية بين الشعبين الصديقين مملكة البحرين وبقيادة جلالة ملك البلاد المعظم تمضي قدما عبر المسيرة التنموية الشاملة في تحقيق التطلعات والأهداف المنشودة وكان أحدى ثمار هذه المسيرة نمو العلاقات البحرينية الأمريكية التي شهدت تطورا بارزا على كافة الأصعدة ترجمة نانسي قنقر